طيب رجع لنا عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن عبدالزاهر الساقة المدير رياضي بنادي فيوتشر يا كابتن عبدالزاهر مليون مبروك الفوز الصعب النهاردة وضمان التواجد في المطورة الأفريقية الموسم القادم حبيبي يا كريم الصوت بس مش سامعه كويس بس بمس عليكم المشاهدين وحشني جدا وحشني كلا الحمد لله رب العالمين يعني الحمد لله السنة التانية على التوالي ان احنا بنوقع متواجدين في الفراقية باشي الحمد لله بدنا ثبات وبدنا ان احنا الحمد لله ماشيين بخطوات ثبتة الحمد لله رب العالمين وان شاء الله تستمر على كده ان شاء الله ونقدر يعني لحد اخر مرشن احنا نقدر ننفس ان شاء الله على التاني التالت ان شاء الله رب العالمين نقدر نجيب مركز كويس في يوت شر يا كابتن عبدالله قبل ما انت تدخل على طول كنت بقول ان هو قصة نجاح حلوة تتكلم في موسمين بتشارك في بطولة افريقيا مرتين بتلعب او بتفوز بكأس الربطة بتبقى متواجد في المنطقة المنطقة المنافسة دايما في المربع الزهبي النجاح ده تفسيره ايه عندك فكرة المنظومة الكاملة السليمة دي بقول والله الحمد لله اي عمل جمعي لازم يكون ناجح يعني ما يوقفش على فرض دايما فكرة المشروع وفكرة ان انت كل واحد بيشتغل شغله حدش بيشتغل شغل التاني التكامل الحمد لله رب العالمين الامان بالفكرة وده الشيء المهم جدا ان انت هيكون منظومة كلها مأمنة ان احنا فرقة كبيرة وان احنا فرقة ان شاء الله نقدر نكون متواجدين دايما في المربع ده شيء مهم جدا لان لو احد اطراف المنظومة مأمن والتاني مش مأمن بالفكرة اكيد اكيد مش هننجح صحية لكن كله مأمن مع كل الصعاب اللي بنقابلها وكل المنافسات اللي بنقابلها الحمد لله بنقدر نتغلب عليها بشكل كبير جدا ان احنا دايما عندنا طرجة وهدف يعني دايما ما فيش شبع في الكورة ودايما بنقول الكلمة ريات ما عندناش شبع في الكورة احنا عايزين نوصل لأعلى حتة فيها ولما بيكونتموحك كده ربنا سبحانه وتعالى ما بيحسركش حتى لما بتيجي تخسر بتبقى في الرابع وفي التالك وفي التاني احنا بنشتغل والنتيجة دي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيكافئنا بيه فأما حيكون عندك فلسفة الشغل ان انت جاي جاي تشتغل وده عملك وده اكل عيشك وده رزقك ورزق اولادك فده طبعا بتحترمه جدا وتبتخليه في المقام الاول في حياتك لان دايما بقول ان الكورة كورة تضحية الكورة بتضحب وقتك وبتضحب بأسرتك وبتضحب كل حاجة على اساس ان انت تنجح لان ما فيش نجاح من ذلك اي صعوبات يعني كل سنة بتصعب الموضوع علينا لكن الحمد لله طبعا احنا عندنا ثبات وان احنا عندنا الهدف الحمد لله بنوصل عرضة كان عندنا منافس منافس انا بقول عليه يعني اه دور التاني من احسن الفرق اللي عملت نتائج الدور التاني كابتن تامر مصطفى مدارك كويس بيعرف في لعب الفرق الكبيرة لكن احنا برضو لسه بنعاني من موضوع ضياع الفرص يعني كابتن عبزاهر انا كابتن عبزاهر انا اقولك حاجة انا كنت ببص على احصائية قبل المباراة دي فيوتشر بنفس عدد المباراة دي الموسم الماضي كان مسجل تقريبا سبعة واربين او تمانية واربعين هدف السنة دي في نفس المرحلة دي تلاتين او واحد وتلاتين هدف انا بكلم بالذكرة والله فانا حاسس انه فيه فرق كبير زي ما انت بتقول كده فيه اضاعة فرص كثيرة رغم انه الدعم الهجومي العظيم اللي عمله فيوتشر كمان عن السنة اللي فاتت مع ان احنا حطنا اهداف اقل من السنة اللي فاتت بس احنا مركز اكتر من السنة اللي فاتت يعني هو اه مع ان احنا بنلعب هجوم جدا وبنلعب الحمد لله دغط عالي بنلعب دايما ان احنا في كل مباراة يعني انا مطا يعني انا مش فاكر ان احنا دخلنا مباراة دينا فيهم الفرق الكبيرة وقلنا جماعة لو مكسبناش ما نحصر احنا عندنا دايما المكسب عندنا على طول في وسط اللفس سواء الادارة سواء الكابتن علي ايه دي الفلسفة اللي بيحطها الكابتن علي دايما في النادي واحنا بنأكد عليها بشكل كبير جدا حتى لايحتنا ما فيهاش تعادلات يعني حتى الليحة ما فيهاش تعادلات دايما فيها مكسب هاي مش عارف هل مثلا اه 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 قلت باد لك مثلا للمهاجمين يعني اه واضح 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 كمان بس انت انت في المقابلة كابتن عبدالزار برضو تحسنت كثيرا دفاعيا عن الموسم الوقع يعني الامور تحسنت دفاعيا كمان يعني في المقابل برضو عشان اه طبعا عشان لو احنا قلنا الهجوم اقل من السنة اللي فاتت على مستوى الاهداف بس انت على مستوى الدفاع افضل اه بالزبط اه كمان انت ما اتغلبتش في ماتشين يعني انت اتغلبت ماتشين في الدوري تلاتين ماتش اتغلبت منهم ماتشين بس فاتها برضو رقم ما بيعملوش في الخرقة الكبيرة يعني صحيح اتغلبت من الزمالك واتغلبت من الداخلية صحيح فده طبعا رقم مهم جدا بالنسبة للمدفعين وبالنسبة للك حالة دفاعية للفريق طبعا حاجة مطمئنة جدا اه لكن برضو عايزين نتطور قدامه ده اللي كان بيأكد عليه كابتن علي ومشتغل عليه كل اليوم ان احنا الفينش فعلا عندنا مش احسن حاجة يعني حتى عندنا الفراو ده بيشتغلوا كتير جدا لكن عندهم بدلق ان شاء الله يكون في المرحلة جاي يكون عندهم ان شاء الله ان شاء الله اه حظ كويس ويقدروا حطه ده يعني بازم الله ان شاء الله اكاد العبزار الف الحمد لله على سلامتك انت شخصيا الله يخليك الله يخليك الحمد لله انت عارف ما ادرش ان انا اقعد في البيت برضو روح بالمد بس بس انا انا مش مقصر انا نسه عارف دلوقتي المستوزة ربالي رئيس التحيير فانا بعتزل لك انا ما كنتش عارف والف مليون سلامة دايما نسمع صوتك بالخير واحد من الشخصيات المحترمة البهزبة الرائعة جدا واحد اسمي كبير في تاريخ منتخب مصر طبعا كابتن عبزار الساعة المدير الرياضي بنادي فيوتشار بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة اشتركوا في القناة